الحمد لله جعل المؤمنين إخوة يتعاونون بينهم على البر والتقوة ويحترم كل واحد منهم الآخر في نفسه وماله وعرده وكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرده كما قال ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المشتبى صلى الله وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفاء وعلى التابعين لهم بهسان ما تتابع القطر والنداء وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوة ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إباد الله بعص الله نبيه محمدًا بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافئ والأمل الصالح بعص الله محمدًا على حين فترة من الرسل واندراس من العلم والهدى والأرض مليئة بالفساد في كل الشعون الأرض مليئة بالفساد في كل أهوال البشرية بعص الله في قوم يعيشون جاهلية جهلا وضلالة عمياء لا يعرفون حقًا من باطل ولا هدى من ضلال ولا يميذون بين معروح ومنكر نشأوا على هذه الضلالة حتى استقرت في نفوسهم والأرض كلها مليئة بالظلم والإجراب والعدوان والفساد العظيم فبعص الله محمدًا فأصلح الله به الأرض بعد فسادها وجمع به القلوب بعد فرقتها فهد الله به من الضلالة وبصر به من العماء فصلوات الله وسلامه عليه وسدق الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع ردوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صرات مستقيم أيها المسلمون يقول الله جل وعلا أدعوا ربكم تذرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاهها ودعوفوا خوفا وتماعا إن رحمة الله قريب من المفسدين عباد الله ينهان الله أن نفسد في الأرض بعد إسلاهها أجل إن الأرض سلحب بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم سلحب في كل الأحوال فالله ينهانا أن نفسد فيها بعد إسلاهها بأي نوع من أنواع الفساد فالله لا يحب الفساد والله لا يسلف أمد المفسدين ولا تفسدوا في الأرض إن الفساد في الأرض شامل لأنواع الفساد كله سواء كان هذا الفساد في المعتقد في الأخلاق والسلوك في المعاملات في كل شؤون الحياة فأعظم فساد في الأرض الإفساد فيها بالشرط بالله بعبادة غير الله أو بدؤاء غير الله الفساد فساد الأفكار الفساد الفكر بالإلحاد والعياذ بالله بالتنكر لهذا الدين بمعادات هذا الدين بالسعي في القضاء على الإسلام وأهله ذلك أعظم الفساد وأعظم الجرم والعياذ بالله فالمفسدون في الأرض الذين ينشرون الباطل والإلحاد ويدعون إلى الضلال ومخالفة الشريعة والتنكر لها ويعتقدون أن هذه الشريعة قد انتهى دورها في الحياة وأن العالم يجب أن تكون لهم نظم وقوانين بعيدة عن هذا الدين وتعاليمه أولئك المعادون لهذا الدين والسعون في القضاء عليه وعلى تعليمه ومبادئه ذلك عظم الفساد وأشره أفهكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يكنون عباد الله من أنواع الفساد من يظن أن البشرية لا يمكن أن تبقى على الكتاب والسنة ويضعمون أن الكتاب والسنة قد انتهى دورهما في الحياة وأن العالم يجب أن ينبذ هذا الكتاب والسنة لأنها تراس قديم وأن الواجب أن تحكم قوانين ونزم الأنقاض هذه الشريعة كل هذا من السعي في الأرض بالفساد كل هذا من الفساد في الأرض الذي حرمه الله تبارك وتعالى ونهانا عنه جل وعلا أيها المسلمون الفساد في الأرض يكون أيضا بأنواع المعاسي والمخالفات لشرع الله بارتكاب النواهيه وتعطيل أوامره يقول تبارك وتعالى زحر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون أيها المسلمون الفساد في الأرض يعم الفساد المجتمع قل له أو بعض أفراده فليتق المسلم ربه أن يكون ممن يسعى في الأرض فسادا من حيث لا يشعر أيها المسلم إن الله جل وعلا أمرنا بتقواه في كل أحوالنا لأن تقواه جل وعلا يحسنا من كل سوء ويحفظنا من كل بلاء من أنواع الفساد يا عباد الله التعامل بالرشوى بين المسلمين وفي ذلك بلاء عظيم وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والمرتشي كد أفسد في الأرض دافع الرشوى كد أفسد في الأرض نعم إنه أفسد في الأرض وأطل حقوق الخلق وسعى لتعطين حقوق الخلق وأدت به الرشوة إلى أن يزلم عباد الله فيجهدوا حقوقهم ويغطي الحق من لا يستحقه ويتغادى عن كل أنواع الفساد لماذا؟ لأن هذه الرشوة التي سيطرت على القلب وأصبح والعياذ بالله لا يؤدي أملاً ولا يقوم بواجب إلا أن يرى تلك الرشوة قد حصل في يديه فإنه بذلك يعمل ومن لم يقدم لهم الرشوة لا يمكن أن يقوم له بواجب ولا يمكن أن يؤدي أمله لفساد قلبه ولهذا لعن الراشي والمرتشي حتى يكون المجتمع بعيداً أن هذا الداء العذال بعيداً أنه لأنه رشوة وشيوءه في أي مجتمع سبب للفساد أيها الإخوة إن من الفساد في الأرض ما يروجه البات من الشائعات والأراجيب والأبادل التي يقصدون بها من القلوب من الفتن والمشائب شهد القلوب من أهقاد والبغضاء على المجتمع المسلم فبعضهم والعياذ بالله حمه وغايته أن يمنأ قلوب الأمة حقداً على دينها وحقداً على أمنها وحقداً على ولايتها لا يبالي بذلك لأن هدفه وغايته أن يرى في المجتمع تفقكاً وأن يرى في المجتمع بعداً عن الحدى والواجب على المسلم تقوى الله في كل أموره كله وأن يسعى في جمع القلوب والتوحيد الصف ما وجد لذلك سبيله ومن أنواع الفساد عباد الله الخمور تشرب والمخدرات والزنا والصحاق والنواد وغير ذلك شباب الإسلام إن آداء الإسلام يستقلون كل حدث وكل أمر من الأمور يستقلونه ليوزفوه في سبيل درب الأمة بعضها ببعض وإهلال الشائعات والمسائب بين الأمة فالواجب على المسلم أن يتق الله تبارك وتعالى شباب الإسلام إن الواجب على الجمع تق على الجميع تقوى الله تبارك وتعالى وأن لا نسجي إلى ما يقوله الآداء المعرضون شباب الأمة شباب الإسلام اتقوا الله في أنفسكم واستكينوا على طاعة ربكم واشكروا الله على نعمائه عليكم وهاولوا بكل وسيلة ممكنة أن تعالجوا كل قضية تحل بكم أن يكونوا علاجها على دوء ما دل عليه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الشباب اهذروا مكائد الأعداء فإنهم لا يبالون في أي أودية حلاك الألقوكم إنهم يظهرون أنفسهم بأنهم مسلحون فليتق المسلمون ربهم وليكونوا على وعي وفكر من الواقع كله حتى لا يمتدوا في طاعة آدائهم وحتى لا يخدموا مساله آدائهم من حيث لا يشعرون حفظ الله الجميع بالإسلام وآذن الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء قدير ألا فصلوا على الحبيب المصطفى كما عمركم في مهكم تنزيله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين عامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم أسلئ حوالنا من النفاق اللهم اقفر لنا ضروبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اقفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأهياء منهم والأموال اللهم آت نهوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل توبتنا واقسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد حجتنا وسدد ألسنتنا وتهر قلوبنا واستل أوراتنا وآمر روآتنا واقسلنا بالماء والسلج والبرك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وذينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وجعلنا من الراشدين اللهم اشب مردانا وارحم موتانا اللهم اشب مردانا وارحم موتانا اللهم اشب مردانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن على ناجيريا اللهم أنزل الأمن على ولايتكم بخاصة وعلى ناجيريا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين لا تهلقنا بما فعل الصفحاء منه يا أي يا قيوم يا ظل جلال والإكرام استجب دعاءنا ولا تطردنا على بابك يا أرحم الراحمين وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَعْضَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبَنَعَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ وَسَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَشَحْبِهِ أَجْمَعِينَ